أختي العزيزة، إحنا اليوم دائما نقولها ونكررها أن الأمير كان هم اللي يدخلونا بهذا المأزق هم اللي دخلوا العراق في هذا المأزق هم خلصونا من ديكتاتور جابونا ألف ديكتاتور خلصونا من أنه كانت ماكوا ديمقراطية هسا العنيا قبل إذا يأخذوك تعرف من الجهل اللي أخذتك هسا سبع تالاف جهل، سبع تالاف ميليشيا سبع تالاف سلاح على الأمريكان إحنا اليوم نشوفهم أن يتخلصوا من هذا المأزق ولكن خلي بيرون صورتهم على الأقل أمام الشعب العراقي خلي خلصونا مثل ما جابونا هؤلاء الشلة من السرار خلي خلصونا من عندهم هذولا ناس يجوي مؤهل بيت هذولا ناس مستأجرين واليوم المستأجر مع جل احترامنا وتقديرنا لكل المستأجرين اللي هو خلي أقول لك 80% من الشعب العراقي ما عنده ملك في أرضة في قاعة قاعدين مستأجرين اليوم المستأجر ما يهم شيء من الملك من الحيطان والبيت مالتا من ينتقل البيت الأصل للبيت الجديد يحاول يأخذ أي شيء من هذا البيت يستفاد من عنده في البيت اللي مستقر بيه وذولا كلهم بيوتهم منا بيوتهم كله في خارج العراق وربا وكذا فما يهم ما ييجي مستأجر مستأجر ييجي يملي جيبه يخلص مصلحته ويطلع لذلك اليوم نحن بحاجة إلى أهل العراق الأصلاء نحن بحاجة إلى قادة العراق الأصليين إلى أبناء هذا البلد أبناء دجلة والفرات غير أبناء البلد ما رح ينبني البلد غير ولده غير أبناءه غير اللي شاربين من مي دجلة والفرات ما رح نقدر نبني العراق